للعبد في القبر ويكون مؤنسا له في وحشته ولكم أن تتصوروا وحشة الإنسان في قبره خاصة في اللحظات الأولى وخاصة في الأيام الأولى فيأتيه على أحلى هيئة ويكلم على هيئة إنسان حسن الصورة حسن الرائحة لطيف الكلام فيقول له المؤمن المرعوب في القبر يقول له بأبي أنت وأمي من أنت فيقول أنا القرآن لا إله الذي كنت تسهر في ليلك وتضمئ في نهارك ويؤنسه ويقول له سأذهب وأعود لن أطيل ويذهب فيأتيه بفراج من الجنة ويأتيه بغطاء من الجنة ويقول له هل استوحشت بعدي يعني لما غبت عنك شوي ورجعك هل استوحشت انظروا انظروا إلى هذا الدلال فلذلك تعالوا جميعا لسه عندنا وقت ما زلنا أحياء ما زلنا في نستطيع أن نعدل من كان منا في الماضي غلطان فليستغفر الله وأنا أول واحد أستغفر الله وأتوب إليه وأسأل الله أن يغفرنا ذنوبنا ويسترنا في الدنيا والآخرين لكن تعالوا نصحح مسيرتنا مع كتاب الله عز وجل وصحبتنا له وعسى أن يكون إن شاء الله معنا في كل المراحل في القبر وما بعد القبر وعند الميزان ثلاثون آية تدافع عن صاحبها يوم القيامة كذلك تأتي البقرة والعمران كأنهما غمامتان أو غيايتان العرب تقول غياية تقول غمامة أيضا يحاجان عن صاحبهما فكيف القرآن الكريم كله اللهم لك الحمد والشكر نعم ما بعدها نعم فلنستغل فرصة الحياة الحياة نعمة يعطيها الله عز وجل للإنسان مرة واحدة فلنحرص عليها وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يثبتنا وإياكم وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها يوم القيامة إلى جناتك الجنات الخلود من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا سؤال بل من محض جودك وفضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد شكرا لكم فضيل الشيخ بارك الله فيكم